السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه دي تحضرات يا جماعة لحفلة عيد ميلادي تعالوا شوفوا بقى انا عملت ايه انا عملت التورتات في البيت احلى حاجة بعملها في حياتي اللي هي التورتات يعني اشطرة قوي في عملها بصوا بقى عملت تورتيتين واحدة بالكريمة وبيضة والتانية بالشوكولاتة تعالوا شوفوا انا عملتهم ازاي وحكموا برأيكم وشوفوا الفنش بتاعها يبقى عامل ازاي دي اول واحدة انا كنت عاملها من مبارح وروحت جاي بقى حطها في التلاجة اللي هي الكاكايا نفسها زي ما قلتلكم بدي الاسبونش بتبقى جميلة وهشة انا جربت قبل كده عاملها بدي العادي بس بتبقى تقيلة بتبقاش زي بتاعت بره بتبقاش زي بتاعت المحلات فانصحكم يعني بتتبعوش اي خطوات بالدي العادي دي الاسبونش بتبقى زي بتاعت بره بالزبط اللي عايز الطريقة يقول لي وانا هنزلها لكم ان شاء الله يعني انا مصوروها بس انا محبيتش اطول الفيديو عليكم انا جبتلكم كده من اول ما انا بزينها انا قطعتها دي اول طبقة اهي زي ما انو شايفين دي اول طبقة هي بتبقى سميكة واللي عايز المقسات بالزبط او عايز اي سؤال يقول لي في الكومنت وانا هجاوب لكم على كل الاسئلة ودي تاني طبقة يعني عاملت معاية اربع طبقات وطبقة كويسة يعني الطبقات كويسة اهي زي ما انو شايفين اهو عاملت معاية اربع عليا عصانية والثلاثة المحدودين على الرخيمة دول فهنبدأ بقى ان احنا نزينها نزينها بايه اول حاجة ان عامل سيروم السيروم ده لازم يكون خفيف خالص تحط كبايتين سكر على كبايتين مية وتحط عليهم كده رشة فانيليا وبعد كده تسيبوهم يغلو غلوتين كده اوعي يتقل منك تسيبيه يغلي اول ما يغلي تدفع عليه لما يا ده خالص تبدأ ان انت ايه تسيبيه الككاية كل طبقة كده تحطي عليها شوية بالفرشة او لو عندك اي حاجة المهم انت تسيبوهم في اخر حاجة بقى دول الاربع طبقات حطيتهم على بعض فالحروف دي لازم نتخلص منها عشان بتبقى نشفة وبتخلي الككاية طبعا احنا عايزينها زي بره وعايزينها جميلة بسه انا جبت الفكرة دي من دماغي كده عملت صانية وروحت جاية مسبتيها وعملت بالسكينة كده لفيت حواليها عشان تطلع مدورة بالزبط يعني لو عملت بقى دي كده ما بتطلعش مدورة او عطرم دول هنعمل بهم كاسات السعادة وهنزلكوا فيديو برضه اقولوك انا عملت بهم ايه لانا انت ممكن تعملوا بهم حاجات حلوية ما ترموهمش بصوا بقى انا اخترت المز ده يعني قلت اغير كده فعملت على الطرف كده زبانتوا شايفين اهو يعني انا اعملت حاجات كده سريعة لانها جت انا مكنش عايزة عمل عيد ميلادي فبعدين جت فجأة كده قلت يلا نفرح العيال ونتبزت شوية كان عندي فراولة قطعتها بالطول شرايح كده بالطول وروحت جاي رصاها اللي في النص ده سوش شوكولو وروحت جاي رصاها كده حاولين بعض كده يعني عملت حاجة رقيقة اه وحطيت واحدة كده في النص زبانتوا شايفين كده دي بقى الكايا البني انا بصراحة ربنا في اليوم ده كنت تعبنة جدا اليوم اللي انا كنت بزين فيه الترطة فعشان كده وكنت بعمل حاجات كتير يعني كان عندي في البيت حاجات كتير بعملها يعني كنت بقى بخسل وكنت بعمل محشي في اليوم ده فعلشان كده يعني كان اليوم مشغول فجيت على الاخر كده زين الترطة قلت بش تاخد معي ربع ساعة بس بصراحة بقى ايه كنت تعبتي بقى فروحت جاية عاملها كده اي حاجة كده اللي جي في دماغي وده حطيت عليها بقى بسكوت قوريو وحطيت البسكوت اللي هو على الجنب ده ودوت شوكولاتة كده اسمها الزلط اكيد انتو كلكوا عارفينها فقلت كانت عندي برضو كانت بتاعة احمد اصلا بس انا ايه زينت قلت لها اتي مزين بها الترطوي يا دماغي اماما خدت مني الزلط هو بحبه اول شوكولاتة الزلط دي بروح للراجل يقول دين شوكولاتة الزلط المهم ده بقى ايه كان الفينش بتاعها ويكتبولي ويقولولي ايه رأيكم في الكوميت بس تعمها روعة والله اللي عايزين تعمها زي الجاز بالزبط انا يمكن ايه ما كلفتهاش قوي يعني عشان الوقت بس مش اكتر يا دماغي انا خدت حتتين او ثلاثة المهم ده بقى كنت عاملة كنفة الكنفة اللي هي البورما دي برضو عملت قلت عاملة مع اليا دماغي التويطة اوه قلت عاملة كنفة بقى او حاجات كده فروح تجيها عاملة كده اللي هي البورما دي بتبقى خفيفة وتبقى حلوة فعملت كده صانية منها وقلت تبقى جنب الكيكة انا زي ما انتم شايفين كده حتيتها في الصانية ما اخدتش مني اي حاجة وساقيتها بقى بسمنة زبدة كده وعملت كمان طواجن شايفين التاجن الصوانون ده بتعمله كده يا دماغي انا حبيت الطوي تقطي واحدة وانا عارفة انت اتطرت خفيفة وبعد ما يتلع بقى ده من غير مكسرات خارس ممكن انتم حطي فيه مكسرات بيبقى شكله حلو كده في الاتباق بيبقى شكله جميل وممكن تزينيه كمان بالشوكراتة او باي مكسرات اي حاجة ازينتو كده نص ثلوست الهند ونص التاني سودين دي بقى لقطات من حفلة عيد ميلادي ان شاء الله المرة الجاية الفيديو الجاي بقى انتظروني ازعلكوا حفلة عيد ميلادي يا دماغي احنا واغدين سوالينا طلينا اوه برضو هوركوا السور وهاوركوا كوليس حفلة العيد الميلادي وعيد الميلادي انتظروني اوه بقى انتظروني